ولسه كلامنا عن رياضة مكملة وطبعا فوز الأهلي المنذيالي على سياعة البطل لأمريكا بهدف نظيف أحرزه أفشا فيه شوت تاني رائع قدر المدير الفني الأهلي أنه يجري تغييرات استعاد بها السيطرة على المباراة وقدر أنه يحقق السعود لنصف إنهائي المرة الثالثة على التوالي ولقاء ريال مدريد المنتظر في مباراة بين بطلين قرن الأفريقي والأوروبي ناديين الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم خلينا نتكلم أكثر فنيا عن فوز الأهلي مع عثمان إبراهيم الناقد الرياضي عثمان نورنا ودايما نضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر يعني الصباح نقول لك طبعا الأول وكاتليلة جميلة جدا مبارح فوز النادي الأهلي والتأهل لنصف النهائي أكيد انتصار مهم جدا جدا اللي مش بس النادي الأهلي مهم لكرة مصرية والكرة الإفريقية الممكن لوحد الحمد لله من قبل بطوله ما تبدأ وممكن في مرة هنا قلنا النادي الأهلي هدفه الرئيسي والأساسي هو التأهل لنصف النهائي يعتقد يكون إنجاز كبير جدا جدا الحمد لله أن القرعة خدمته وبعدته عن المنافسة العربية طبعا عفين المتشاطة العربية بتبقى صعبة والكل شاف مبارح الهلال والوداد مبركة صعبة جدا جدا الوداد تقدم والهلال تعادل برابة الجزاء وكان فيه أحداث صدخوية جدا جدا طرد من هنا وطرد من هنا وفي النهاية الهلال تأهل برابة الترجيح أعتقد أنه يبقى صناري وأصعب الحاجة الثانية الأهلي خد السكة أنه هو الفريق العربي اللي بواجه فرق أجنبية فكان برضو شفنا لقطات جميلة جدا جدا المساندة من الجمهور المغربي بشكل غير طبيعي والأهلي وكأنه بلعب في استاد القاهرة أو في أي ملعب في مصر حاجة يعني قمة روعة وممكن دي المكسب الأكبر في هذه البطولة إن الجمهور المغربية حست بالمساندة المصرية خلال كاس العالم الفيات والشحن الغير طبيعي والفرحة الغير طبيعية والفرحة كتت فانا صادقة من القلب للمتاخب مغربي ومساندة كتت رهيبة جدا جدا وقد برض معكم هنا وتفتكروا واستعرضنا فيديوهات المصريين هما بيحتفوا في كل حتة كتت حاجة تخلي الجسم فعني أشعر من المنظر الحصل فواضح إن المغربة بيردوا الجميل في صورة النادي الأهلي بيمث المصر في هذه البطولة والمطشين اللي لعبهم قدام أوكلن سيتي وستل ساوندرز حاسينا قد إيه الجمهور بيشجع نادي الأهلي بشكل غير طبيعي تقدم جمهور أكيد النادي الأهلي بقى النادي الأهلي عمل إنجاز كبير جدا جدا ممكن برضو عشان ببعض ممكن يعني الواحد بيرفض يقلل من أي إنجاز ولكن إنما يكون الفرق الوحيد في العالم اللي بتأحل نصف النهائي خمس مرات من الفرق اللي بتوصل بترعب من دول الأولين إحنا عارفين سيستم البطولة بالشكل الجديد أو بالشكل الحالي إن بطل أوروبا بطل الأبنية الجنوبية بيخش من دور قبل النهائي أما أبطال القرارة التانية كلهم يبدأوا إما من التمهيدي أو دور التمانية ممكن النادي الأهلي تعودنا عليه يخش من دور التمانية فيه معادة هذه البطولة لأنه شارك بصفة وصيف أفريقيا بعدما المغرب اللي بقطالها الوداد اللي فاز بدور بطل أفريقيا فكان الحظ بيساند النادي الأهلي أو التوفيق إن هو يكون موجود في هذه البطولة فبدأ من دور التمهيدي لأول مرة في تاريخه كمان كده كان يفوت بصعب الأمور لكن ما شاء الله اللعبة كانوا عند حصل الظن ويصلوا لأبن النهائي خمس مرات بتساوي مع مين؟ مع ريال مدريد اللي هلعب يوم الأربعة الجاي الريال اللي بيخش على القبل نهائي على طول بدون أي منافسات النادي الأهلي ورية المدريد الأكثر وصولا وظهورا في نصف النهائي خمس مرات رقم كبير جدا 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 حاجة تانية الأهلي كده دلوقتي أكتر فريق في التاريخ شارك في كاس عامل أندية عشرين مباراة لو كان خسر مبارح كان الرسل دي يقف عند هدر حد لكن لما فاز هيلعب مطشين كمان لو قبل النهائي وسواء تأهلي النهائي أو تاعته الرابع يبقى هيوصل لتنين وعشرين مباراة يعني بيعزز رقم قياسي أقرب فريق لي أوكلاند سيتي ده هو ستاشر كانت مباراة ستاشر مع الأهلي وخسر هذا اللقاء فالأهلي اللي كمل وزود الرقم وهيوصل إن شاء الله لحد اتنين وعشرين حاجة تانية نادية الأهلي تالت مباراة التوالي ما يخشش في شباكه أهداف ودي رقم أنا شايفه تاريخي لأن ما فيش فريق حق هذا الإنجاز إلا الفرق الكبيرة جدا زي كرونسانز البرازيلي زي برشنون الأسباني زي باني منخ الألماني ريال مدريدي الأسباني يعني الريال عمل برضو تراتة كينجيت واربعة برشنون عمل أربعة كرونسانز عمل أربعة باني منخ عمل أربعة فالنادي الأهلي عمل تارتة كينجيت واربعة عشان كاسمة لاباتشي كان مطش الهلال السعودي مطش التارتة واربعة في النسخة اللي فاتت أربعة صفر لنادي الأهلي لذا دي كلينجيت إن المراضي أوكلانساني تاتة صفر ثم ساتل ساوندرز واحد صفر فده ورده رقم قياسي تاريخي صعب جدا حق يحققه في العالم النادي الأهلي وصل لفوزه رقم تمانية يعني تمانية فوز في كاس العالم الأندية من أكتر فرقة فازت في البطولة رير مدريد عشر مطشات يليها الأهلي تمانية ثم برشلونة سبعة فلكم انتخيلوا النادي الأهلي يبقى تفوق على برشلونة في الانتصارات داخل كاس العالم الأندية أرقام قياسية كبيرة جدا جدا ومحترمة جدا جدا زي متقال برضه في النشرة من دقايق محمد الشناوي أربعة كينجيت يتساوى مع مانول نير المحارس باني مينخ الكبير العظيم اللي خد بطولتين مع باني مينخ الشناوي تساوى زيه في نسختين أربعة كينجيت ويخلي بالكم ان الشناوي كان حظه سيء انه نسخة لي فاتم العبشي كان على لطف اللي بيلعب موضوع متخب مصر وكاسم أفريقيا فكان ممكن الشناوي دلوقتي يكون في حتة تانية ومطقة تانية ولكن الشناوي عند فرصة في مطشين أمام الريال وربما ربنا كرام الأهلي وصل النهاي أو لعبة ثلاثة والرابع لو حافظ على كينجيت واحد في المطشين دول هيبقى أكتر حارس مرمى في تاريخ يا صعي ملندية يحافظ على شباكه نظيفة أرقام قياسية بالجملة حقال نادي الأهلي وعمل رد فاعل قوي جدا جدا في الصحف العالمية وخصوصا طبعا الإسبانية واعتقد هي بقى ده المكسب الحقيقي اللي احنا عايزين نشغل عليه أو نبنى عليه يعني الكرة القدم فيها مكسب مخصارة دي ما فيش فيها جدال ولكن يهمني إن احنا دايما اسم مصر لما يذكر دايما يذكر بالحاجات الكويسة الحاجات اللي هي بترفع مشكلة موجودة في تصنيفات العالمية والحصيات المهمة أكيد أكيد أول فكرة إن اسم مصر يذكر بشكل قوي جدا جدا في المحافلة الدولية وبشكل مشرف لكن أنا مش أخبأ عليكم إن أنا الفترة اللي فاتي كان فيه حزن جديد جدا جدا للأسف موضوع كرتين بيرجو كان فيه موضوع تاني قبلها كان بتذكر اسم مصر بشكل سلبي وده أمر محبط جدا إن الناس كلها شغالة في كل المجالات عشان مصر تبقى في حتة تانية ونشتغل لقدام ونشتغل للمستقبل فليه حد يعمل صورة سلبية في الوقت اللي كله شغال وبيحارف في ظل العالم كله ومشاكل وحروب وأزمات وإذا بقوله كده ماشي عكس الطيار عشان توصل لحتة تانية وتخلي بلدك في مكان تاني أتمنى إن كل الناس اللي شغالة في مجال الرياضة مش بس كرة القدم خلي دايما اسم مصر قدامك حاول تخلي مصر دايما في الشكل المشرف ولما يسكر اسم مصر يسكر بحاجة فيها إنجاز حاجة فيها تشريف ما يبقاش حاجة فيها مشاكل أو أزمات صحيح طيب خلينا نتكلم شوي عن فنيات المباراة ومش أكلمك عن الاستعداد لمباراة ريال مدريد لكن عايزين نرجع للمباراتين اللي فياتوا سواء سياتل أو أوكلان سيتي الأهلي في المباراتين كان شكله مختلف أكيد أوكلاند خلينا أعرف أوكلان سيتي أكيد بطل أوكلانوسيا من نيوزولندا أكيد مش بالقوة الفنية الكبيرة اللي تخاف منها ولكن سياتل ساوندرز الأمريكي أكيد فريق أعلى من أوكلان سيتي كودر في الماتش الأولاني لعب على متلاك الكرة وشنها هجبت من أول أربع خمس دقائق نادي الأهلي كان يضيع فرص وسجل هدف وبعدها الثاني والثالث والأهلي كان ممكن يجيب هداف أكتر بكتير من ثلاث هداف ماتش أوكلان سيتي ده كان أمر طبيعي جدا فظل فارق الفن الكبير المفاجأة اللي عملها ماتش سياتل ساوندرز غير طاقم الهجوم كله يعني حافظ على التشكيل ولكن غير طاقم الهجوم كله وده كانت مفاجأة أن الخط الأمامي الثلاثة كان بيلعب بحسن الشحات عبدالقادر كهربا في متش أوكلان سيتي طلعت ثلاثة ونزل وأسف كان محمد شريف تتعالي متش أوكلان سيتي طلعت ثلاثة نزل كهربا نزل كهربا من أول اللقاء طهر محمد طهر بيرسي تاو فالناس استغربت أن اللعيبة اللي ختم بيها مباراة أوكلان سيتي هي اللي بدأ بيها ساتل ساوندرز ربما يكون تفكير مارسل كولر أنه عاوز يجهد لعيبة ساتل ساوندرز لأن اللي بيتابع البطولة العالمية بطولة الكونكا كاف أو أمريكا الشمالية دايماً مساطر عليها فرق مكسيك فرق المكسيكية هي اللي بتفوز بهذه البطولة لأول مرة في التاريخ فريق أمريكي يقدر يخطف لقب الكونكا كاف أو بطل أمريكا الشمالية عشان ساتل ساوندرز بأول فريق أمريكي يلعب في كاس العالم الأندية الفكرة أن الدورية عندهم في أمريكا في كرة القدم الناس اللي بتابع MBA عندهم القدم زي السلة زي الرجبي زي كلها زي بعضها بيبدأوا في بداية السنة ويختموا في آخر السنة يعني كرة القدم عندهم لسه هيبدأوا الموسم في نهاية شهر فبراير الجاري بينتهي في شهر عشرة أو آخر شهر عشرة ففريق ساتل ساوندرز آخر موتش لعبه كان ممكن في أول أكتوبر أو في آخر سبتمبر لأنه ما وصلتش محاطة بلاي أوفس برضو نفس قصة السلة بلعبه دوري وبعد كده أول تمام مراكز بصفهم بعد نظام بلاي أوفس مجدوا معسكر ومتحفة لا أهم عاملين معسكر فالفرقة جاية جاية فترة أعداد يوم 5 يناير اللي فات بدأوا قابلها بحقال الشهر وكانوا معسكرين في أسبانيا قبل البطولة إن أسبانيا قريبة جدا من مغرب في الجو وفي المسافة وإلى مواتشين وديين تعدلوا في مباراة وخسروا في مباراة 3-2 فبالتالي كان يعطيها منافس مجهول بالنسبة لك لإني فرقة بأيها 3-4 شهر ما بتلعبش أنت مش عارف الدنيا إيه ناحية تانية النادي الأهل كان كتاب مفتوح بالنسبة لستل ساوندرز حتى المدرب قال النادي الأهل يجليه في الملعب وشفتونه ماتشاط كتير فبتسهل جدا تجيب لأهل ماتشاط لعب ماتشاط كتير جدا 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 في الدوري وسوبر وكاس نصر وكاس عامل أن ديها كمان نسا لعب قبلها بتلاتة يام مع أوكلان سيتي فشاف شهر كتير عشان كده شكت الأولين المبارح شفنا إن في هيئة الساوندرز كان مقفل كويس على نادي الأهل مش مخاليه وصل تماما لكن واضح إن كولر عشان كده كنت أقول لك غير خطر هجوم كله إن هو كان بيراهن على البدن إن الفريق مهما كان عنده قوة فنية ولعبة كويسة جدا جدا سواء برازلين أو من بيرو أو من أمريكا لعبة الفكرة كان فيه 3 أو 4 لعبة لعبه كاسر العالم اللي فات في الفريق ساتل ساوندرز الفريق من الصغير منهم اثنين منتخب أمريكا ومنتخب اللعب منتخب الكاميرو ونباك الشمال اللي هو أسمراني يطوه ده فلعبة برضو عندها خبرات دولية فمهما كان المستوى الفني بتاعهم أقوى منك أدات ولو خدنا بلنا فعلا بعد ديئة 60 يمكن النادر أهلي كان يسيطر تماما على المباراة فريق ساتل وقف نصف ملعبه الأهلي سانحط له فرصتين تلاتة وقدر إن هو يستغل الفرصة في ديئة 88 وده اللي احنا متعودينه من النادر أهلي طول التاريخ إن هو دايما في الدقائل الأخيرة بيخطف يقدر عنده قدرة الخط في المباراة وبيعنده ثقة إن هو يفوز في هذه الدقائق ويستعيد محمد مجد أفشة تاني زكريات التقلق والتهديف عشان يكون تامن لاعب في الجيل الحالي يسجل مع نادر أهلي في كاس العامل الأندية رقم كبير جدا جدا يعني حاول لربع وصابين لعبه لاعب شاركه مع نادر أهلي في كاس العامل دي فقط في تاريخه الجيل الحالي بس اللي هو الجيل بتاع دلوقتي تمانية منهم سجلوا هدف المنديال رقم كبير جدا جدا عن فكرة ورقم صعب إن أي حد يحققه إنت عارف أي فرقة بتخش ممكن لعابين ثلاثة يسجلوا الأهلي ما شاء الله تمان لعيبة في ثلاث نسخ من كل الخطوط ياسر إبراهيم النسخة اللي فاتت وحمد عبدالقادر والسولية يعني شفنا لعابة كتير سجلت النسخة اللي فاتت المراضي محمد شريف دخل بيرستاو دخل كمان شفنا أفشان بارح سجل لعابة كتير سجلت تمان لعابة في الجيل الحالي وحسين الشحيات كمان حسين الشحيات دخل في قائمة تاريخية أو لعب عربي وأفريقي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة بيتساوى مع مين بقى كريستانو رونالدو ليوني الميسي جاريت بيل فانت دخلت اللعب قلنا من شعيش النهو ما بيرجعش يكمل كده ليه في الأهلي ده سؤال مع نفس هو حسين الشحيات لا حسين الشحيات في الفترة الأخيرة اختلف تماما آه كان فيه دروب واضح فترة طويلة لكن حسين الشحيات آخر شهرين لا حسين الشحيات مختلف تماما بشكل كبير جدا جدا وعلى فكرة الشحيات فضل له مباراة واحدة ويتساوى مع أكتر لعيبة مشاركة في مباراة في كاس عامل الاندية وصل للمباراة رقم 11 وعندو 10 فضل له ماتش واحد يوصل ل11 ويخش في قايمة تانية الأكتر مشاركة في مباراة في كاس عامل الاندية فأرقام قيسية بالجملة لكن زي ما قلت لكم من شوية أنا اللي هميني يعني إمبارح في حافة ماركة يعني بعد نهاية المباراة وماركة الأسبانية من أشهر الصحف طبعا دم تحطت ناتجة المباراة الأهلي واحد ساتل ساوندر صفر وكتبوا الأهلي ملك أفريقيا العظيم سيكون منافسة المدينة قبل النائي فدي الواحدة ده بقى اللي نتكلم فيه أن أنت هيذكر اسمك بشكل مختلف تماما ومتوقع لسه الصحف النهاردة لما تبقى أكتر صحف الورقية لما هتنزل وهنشوفها النهاردة وبكرة وبعده هنلاقي فيه إشادة كبيرة جدا جدا بالنادي الأهلي وهتلاقيهم من الوحدهم بيكتبوا كتير عن مصر والنادي الأهلي ومتخم مصر أن فيه لعبة دولية كتير في الأهلي هكيد دا يفرق معالي أنا مبسوطة جدا 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 بالروح والنبرة الإيجابية اللي عندك وكلمنا نحن نقول طبعا لعبة الأهلي طبعا لعبة كبار وزي ما أنت قلت أرقام قياسية كبيرة جدا لكن لو بسطين على ريال مدريد برضو يعني لا فيه أسامي برضو قوية يعني مش فكرة أن إحنا نخاف لا ما نخافش خالص بالعكس ولكن لازم نحترم كمان اللعيبة اللي قدامنا يعني أنت عندك مندي كروس كربخال بنزيمة مودريتش هنوض نعد بقى بنسوس جونيور هنوض نعد بقى هنوض نتقول للاعب هزار يعني أسامي كبيرة جدا مش صح أبدا أنت تدخل خايف لأن لو دخلت خايف مش هتقدر تأدي أداء بالضبط وفي نفس الوقت ما ينفعش تستهين إحنا عشان الأهلي يحنا بتمتكلم على الأهلي دلوقتي الأهلي بالنسبة لنا مصر بتلعب أكيد فإحنا الأهلي المفتوض يعمل إيه كولر المفتوض يعمل إيه إحنا قدام دلوقتي لعيبة يعني مش بحتاجين نعلق كلاس إيه أول مش بحتاجين نعلق خالص فمارس الكولر بعد المباراة قال كم حاجة بهم جدا قال إحنا طبعا للفترة دي معنا الحد يوم الأربع اللي جاي مطش ريال مدريد الحمد لله هو يوم الأربع لأن فيه مطش للأبنينية تايم يكون يوم التلات فكواس معاه برضو فيه 24 ساعة فرق ممكن تعمل معا شغل الكواس قال أنا مش هقدر أشتغل تنريبات قوية في أرض الملعب لأن الفرق تلاتة أيام هنشغل بشكل نظري على ريال مدريد هنتفرج على تلات أو أربع مباريات في الريال اللي لعبهم آخر فترة هشوف بلعبه إزاي وهبدأ أقول اللي لعبتي إيه نقاط القوة اللي ندر نحاول نبطلها وإيه نقاط الضعف اللي ممكن نحاول نستغلها عشان نتخطى عقبت ريال مدريد فواضح أن المداريب عنده طموح أنه يفوز على الريال ويوصل لنهائي وده هي بحدث تاريخي أكيد بشكل مؤكد لأهل يوصل لنهائي الأومار هي بحدث كبير جداً 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 الطموح بحتاج برضو يعني استراتيجية وتكتيكات مش بس بدنية لازم تكون كمان يعني أكيد بس هو كولر عنده باقي عنده حاجة ثائرية من ريال مدريد تحديداً إن كولر وهو لاعب كبالعب ندس مجرس هوبرز السويسري في موسم 25-96 وقع في دول المجموعات مع ريال مدريد كان فريقته مع ريال مدريد وخسره ذهاباً وقياباً 2-0-2-0 فكولر بقول أنا مش عاوز أكرر الكابوس اللي عشته بسهب ريال مدريد قبل كده وهو كلاعب في 25-96 والمطشين كانوا في سنة 95 تحديداً يعني في دول المجموعات لسا فهو الراجل عاوز ياخد بطاره كروياً من ريال مدريد بعد 28 سنة من لقاءه وما بيهم كلاعب فأكيد دي برضو تدي له بعض المشاعر القوية جداً جداً وكده هو عنده لعبة بيحاول خلينا نكلم بكل منطق أنه هو يحاول إزاي يوقف ريال مدريد وإزاي يستغل أخطائه خصوصاً إن فيه غيابات شبه مؤكدة عن الكريم يزيب احتمال ملعبش بالنسبة كبيرة جداً جداً ملتاو احتمال لعبش المدافع بالنسبة كبيرة جداً جداً إذن هزرد أكيد مش هلعب مطش ريال مدريد والنادي الأهلي ففيه بعض الغيابات ولكن فيه لعبة أقوية جداً جداً في الرئيال أبعاً بكل تأكيد بس أخد بالك إحنا لو غلبنا الأهلي لو غلب بريال مدريد الدنيا هتتقلب العالم كلهاية إنتكت لسه بتتكلم دلوقتي بماركة الإسبانية هي بتتكلم عن فوز الأهلي في المباراة اللي فاتت الرياضي المصري والعالمي وكل الناس كل الصحف الرياضي كل المواقع أنا وكن لك أن اليومين الجايين هتلاقي نحن شاهدين ماركة صحيفة ماركة الإسبانية وهي قبل خبر اللي كلمت عليه الأهلي أو نادي الأهلي نادي ملك أفريقيا العظيم ملك أفريقيا العظيم سيكون ننافس ريال مدريد في قبل نائع يعني عنوان قوي جداً جداً وأعتقد إن شاء الله أن ننتظر عنوان أكتر على فكرة خليل يومين الجايين لأن هم بكل بساطة هعملوا مقارنة بين الأهلي والريال هم الأكثر تتوجن في العالم الرقم واحد أهلي رقم اثنين هم الأكثر تتوجن في قرراتهم سواء أفريقيا وأوروبا هما الأثنين أكتر فوز بدورة بطال أفريقيا może بدورة بطال أوروبا هما الأثنين نادي اقارن افريقيا ولا اقارن بأوروبا وياأادي قرن إقارن فاوروبا وقت ستعيد الزكريات المطشية الشهير styles 2021 في أهpload قريرة هدェف صندية وفوز الأهلي واحد سفر هذا اللقاء وسبحان الله المصطفى يعني كنت واحد من الناس اللي حضرة في هذه المورا من المدرجات يعني الذكريات قوية جدا جدا لا دم تتسافر بقى لا دم تتسافر بقى لا ان شاء الله يعني اعتمنى نادي اهلي عامل ماتش كبير ماتش قوي طبعا نتكلم بواقعية الريال اقرب لتحقيق الفوز لكن ان شاء الله نادي الاهلي ديامن مفاجئة لا بس اهلم يمتعونة يعني خلاص وصلته لمرحلة حلوة جدا واحنتوا بتقولون ده كانت خلاص ده حلمنا مع ان انا مش مقتنع مش موافقة لا انا قلت ان ده يوصل لهذه المرحلة ده يعتبر انجاز كبير جدا جدا للنادي الاهلي في البتورة دي فصد ام تعونا بقى يعني انزلوا الاهلي دي على فكرة ما دي الفكرة ان هو هيخش مش مضغوط عصبين والحاجة وعلى فكرة الريال المناسبة عنده ماتش النهاردة الساعة ثلاثة العصر مع الريال مايوركا وبعد كده هنتقل الى المغرب يستعدان للماتش الاهلي فبرضه ربما يكون بدنيا ان فيه ناس بايز تتكلم وقولك ده الاهلي حظوا حلو انه بيلعب مباراة قبلها بيوم الاهلي لعاب من برح السابت الريال لسه هل لعاب نهاردة الساعة ثلاثة العصر وهسافر على المغرب عشان نعاب الاهلي يومن 4-9 بالليل فلسه فيه حسابات كتيرة جدا يجب ان نشوفها ده ريال مدريد يعني لو لاب قبلها 24 ساعة مش ده ريال مدريد خلينا برضو متفقين وعايزين سريعا برضو كنا بنتكلم معاك فيها قبل الهوى احنا بنتكلم على الطبيب النفسي فيه عوامي كتيرة جدا انت عندك الخامة كويسة بالمناسبة خامة اللعيبة كويسة واللي بيؤكد ده اللي احنا شايفينه من نادي الاهلي خلال الفترة اللي فاته الاستعانة بطبيب نفسي في الفرق المصرية في المنتخب ليه الثقافة دي مش موجودة عندنا؟ والله اتمنى انها كون موجودة لان احنا دفعنا تمنها غالي في بطولات كتير يعني النادي الاهلي نفسه عانى من الوداد المغربي لما كان بلعب في المغرب في نهاية دوري ابطال افريقيا اللي فات وكان فيه ضغوط عصبية واللعيبة كتيرة كانت بره تركيزها بسبب هذه الضغوط منتخب مصر بل حاصل مع امام السنغال هقول نقطة صغيرة ريال مدريد نفسه لو منافس النادي الاهلي سنة اللي فاتت لما في اسبت دوري ودار ابطال اوروبا قالوا ان تغيير الطبيب النفسي الرياضي فرق كتير مع تيبو كورتوة مع فينسوس جونيور مع كريم منزيمة عملوا موسم للتاريخ شوف الطبيب النفسي فرق ازاي مع الريال اتمنى ان النهج ده تمشي عليه الفرق المصرية ومتخبط نصر خلال فترة جاية هيفرق كتير معانا يعني داخل النتائج وفي الموطشات ومش بقال العيبة ما تغطو عصبيا وبالتالي تقدر تأدي بكل اريحية ويحيوا نتائج اجابية اكتر خلال فترة جاية شكرا جزيلا وبنتمنى كل التوفيق لنادي الاهلي طبعا لانه يمثل كل فرق المصرية طبعا بكل تأكيد ومباراة اليق باسم مصر شكرا جزيلا لك ناقد ارياضي عثمان ابراهيم